السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار في المكنتو داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيف ما تنقولوا دائما الله حفظت البلاد هذه من كل شر إذا الإخوان والأخوات كيف ما لحتوا في العنوان في هذا الفيديو فقد انطرقوا المستجدات جديدة في قضية دونيا باطمة فكيف ما كتعرفوا إخواني أخواتي دونيا باطمة المتابعة والمدانة في ملف حمزة موميبي دونيا باطمة اللي كتدور حولها وحد الدجرة لكن يعني كتصدر معلومات لمؤكد إخواني أخواتي واللي المصدر ديالها هو دونيا باطمة بصفة خاصة وأيضا وزارة التقافة بصفة عامة فدونيا باطمة إخواني أخواتي اللي كانت كتروج أخبار بخصوص أنها كتجري معها تحقيقات أو لشيء من هذا القبيل فكتخرج في حد منشور وكتفاجئ الجميع وكتعلن أنها مرشحة لنيل جائزة أفضل فنان مغربي لسنة 2023 ومرشحة بقوة وأنها تمت يعني تسلمات الدعوة من طرف وزارة التقافة المغربية هاد الجائزة اللي غادي تم تسليمها أو لا غادي تدور الأطوار ديالها يعني النهار يعني 23 السبت الموافق ليوم السبت القادم هاد الجائزة إخواني أخواتي اللي يعني الكل يعني ربما كان ما كيدرش ما كيدرش في الحسبان دياله أن دونيا باطمة المتابعة والمدانة وهذا أمر فعلا يعني كيخلينا كنترحوها التسؤول هذا واش هاد الجانب يعني ديال الأخلاقي وهذا الجانب يعني السيرة الداتية ديال الفنان واش ما عندهاش دور في التتويجات هذا أمر وهذا التسؤول اللي كنترحوه لأنه كيف ما كتعرفوه أكيد العدالة احنا مع العدالة العدالة لم تصدر حكما بعد ولم تصدر قرارا بعد لكن هاد الأمور هذي يعني واش ما كتتخادش في الحيتيات أو لا في الاعتبار من طرف الليجن أو لا من طرف الوزارة الوصية قبل يعني تسليمها جائزة من هاد النوع لشخص ما لفنان كيفما كان اسمه على أين إخواني أخواتي فدنيا باطمة كتفاج الجميع في وقت اللي يعني العديد كي طالب بتحقيق العدالة وفي الوقت اللي الكل يعني كيقول بأن ربما دنيا باطمة يعني معتقالة فدنيا باطمة يعني من خلال هذا الخروج الإعلامي كتعبر على أساس أنها يعني حرة طالقة وأن الأمر ديال الاعتقال دياله غير موجود وغير حقيقي وكتشارك مع المتابعين دياله هذا المنشور اللي كتلاحظوا إخواني أخواتي في الشاشة يعني الصورة دياله والدعوة ديال الوزارة التقافة اللي قدمتها لها من أجل الحضور لكونها منافسة يعني مهمة في هذه الجائزة اللي هي جائزة أفضل فنان مغربي هذا الأمر إخواني أخواتي واللي يعني يعني كيخلي أن مجموعة ديال الجهات كيفما قلت طرح التساؤل هذا ديال الجانب الأخلاقي واش وزارة الوزارة الوصية واش ليست على علم بهذه الأمور احنا مشي يعني ضد أن دنيا باطمة تفوز بهذه الجائزة أو لأنها تكون مرشحة وإنما هذه تساؤلات يعني حقيقية كنترحوها لأن هذا الجانب الترباوي الجانب الأخلاقي عنده وحد دور مهم فدنيا باطمة يعني إضافة إلى هذا المشاركة دياله ديال الدعوة فدرت وحد ستوري اللي شكرت فيه يعني للوزارة الوصية بحيث أنها قالت أتشرف بحضوري لحفل جائزة النجم المغربي لسنة 2023 شكر خاص لوزارة التقافة وشكرا للنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان على الدعوة الكريمة فهذا الشكر للدنيا باطمة هو التوجه للوزارة الوصية وأيضا حتى النقابة المهنية هذه النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان كيفما كتعرفوا يعني هذه النقابة واش ما كتعمرش يعني تقارير بخصوص الفنانين واش ما كتنتبهش لهذه الأمور هذه الأخلاقية واش هذه الأمور الأخلاقية كيفما قلنا يعني ما عندهاش دور وكيفما كتعرفوا إخواني أخواتي أنا دائما ما أتمسك بالمنطق وكيفما كتعرفوا أن الدنيا باطمة احنا ما شدت الدنيا باطمة أنها تفوز هذا الكلام هذا راه واضح وبين وإنما يعني بصفتين شاملة فكنشوفوا أن بحلما هذا الجوائز خاص يتم مراعاة فيها الجانب الأخلاقي ومجموعة دي الأمور لأن هذا الجوائز كتقدم يعني كيكون عنده واحد المعنى كامل أو لمعنى تكاملي يعني اتجاه الشخص المتوج بهذه الجائزة على أي فتبقى هذا الأمر هذا وهذا الحدث وحدث الحقيقي وحدث لكين حدث لكي أكدنا فعلا أن دنيا باطمة فعلا هي غير معتقلة بحسب هذه الأنباء يعني اللي منتشرة بخصوص أنها معتقلة وأنها يعني كين هناك مشاكيل وأنها كين يعني عدة خلافات ما بينها وما بين الصديق ديالها وما بينها وما بين الأسرة وما بينها وما بين يعني يعني السعيدة شرفت الأمور يعني خلات أنه أو لا شوف تيفي هذا الأمر هذا خلال أن الرجال للتحقيقات أنهم يعتقلوا دنيا باطمة وحد يعني يمكن نقول 48 ساعة بش أنهم ربما طاحت في شي حاجة أو شي أمر من هذا القبيل لكن من خلال هذه المعلومات الجديدة إخواني أخوتي والمؤكدة كتبي لنب أن دنيا باطمة هي حرة طاليقة وأكتر من هذا هي مرشحة للفوز بجائزة النجم المغربي لسنة عشرين ثلاثة وعشرين من حق أن يعني تفوز وهنا ما كيف ما قلت ما لسنا ضد هذا الأمر الأمر الذي يطير الاستغراب هو التساؤلات لي ما عندهاش أجوبة التساؤلات لي كانت طرحوها التساؤلات لي عندها علاقة بملف حمزة مونبيبي وهذا الملف الجديد مع سعيدة شرف يعني هي متورطة في نشر فضائح أو إشاعات حول فنانين على الرغم من أن القرار بازل ما تتعطاش لكن واش هاد الشي ما كيت تخاتش بعيني الاعتبار زائد أن الأعمال الفنية دي الدنيا باطمة هاد السنة هادي يعني أعمال قليلة يعني قليلة يعني ما كينش أعمال كتيرة ربما في الساحة يعني في الرقح هي حاضرة يعني من خلال تنشيط مجموع دين الحفلات وتنشيط مجموع دين الأعراس في الوزارة الوصية أكيد كتتسجل هاد النوقات وهاد الأمور هادي كتتحسبوه الفنانين يكون الفنانين الأكتر طلبا في الواقع ربما هاد المعطا هذا يقدر يكون عنده واحد دور يعني إلى جانب يعني المعطايات الأخرى المرتبطة بالسنغل وشحال يعني الأغاني اللي دار هذا الفنان أو لا يعني شعبية أغاني لهذه السنة على أين فتبقى إخواني أخوتي هذه يعني معلومات لمهمة مهمة جدا باش أننا يعني نتأكدوا واش فعلا دونيا باطمة هي معتقلة أو لا شيء من هذا القبيل فبحسب هذه الأخبار المؤكدة فدونيا باطمة أمر اعتقالها يعني غير وارد تقدر تكون هناك تحقيقات ربما هناك استدعاءات من أجل إكمال واستكمال بعض الإجراءات القانونية خصا في الملف لعندها في علاقة مع سعيدة شرف لأن هذه القضية دي ولا بد ما خصدون يا باطمة يعني تحضر من أجل يعني قيم بعض الإجراءات ربما هذا الحضور ديلا خلنا أن البعض يشوفوا النوع اعتقال أو لا شيء من هذا القبيل لكن الحقيقة يعني اكتشفنا من خلال هذه المنشورات ومن خلال دعوة الدنيا باطمة من أجل الحضور لحفل توزيع هذا الجوائز ديلا الفنانين إلى هنا إخواني أخواتي جاءت الختام ديلا هذا الفيديو ختاما نتمنى لكم تمام بالصحة والعافية والله حفظت البلاد هذه من كل شر وخيرو الختام السلام والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته